يفعلها محارب الصحراء في أول امتحان في الكان هو ما سنتحدث عنه مع ضيفي الكريم حسين عزيزان الذي أعيد الترحيب به مرة أخرى حسين إذن الجزائر زينبابوي منطقيا وعلى الورق الكل يعتبر بأن المنتخب الجزائري أقوى من المنتخب الزينبابوي هذا معروف لكن كاس إفريقيا للأمم ومواجهة الافتتاح في حد ذاتها تعتبر مواجهة استثنائية وعامل المفاجأة يبقى وعدت سيد مرمار بسك لا يخفى لك بالفرق الضعيف هذه نحن توجد نقوم معها مشاكل نعم وشبن سانيا الناس رأي وعيا دون فاصل الانترنطر بسك نشوف بالناخب واللاعبين قعرام مركزين عليها هذا خاصة دينيا ونشوف الفريق هذا يا راح يدخل بكل هو موش خاصر على كل حال الفريق هذا راح يواجه فريق الوطني وفريق الوطني اللي راح كما نقول احنا في السحر الافريقية ولا سحر العالمية راح بارز على هذه الفريق هذا الخصم تعناه عنده ما يخسر يظافر وش يقدر باش يحوسي كما نقول احنا يبين عضالة تعوم على الفريق تعنا جبن سانيا الناخب الوطني على باله بالمسؤولية اللي رأي عليه وخاصة اللعبين خاصة بعد انظمان بقر التقم الفني حتى رح المجموعة نشوفه فيها يعني رام يأكدوا عليها اللعبين بلي كينا نروح المجموعة ان شاء الله جبن سانيا الناس رأي مركزة لأول اللقاء هذا حتى بالجلب الانضباط الذي يعتبر احد العوامل الاساسية في نجاح اي منتخب اي فريق امس الناخب الوطني طمئن بشأن هذا الجانب وقال المجموعة يعني اشهد بالانضباط داخل المجموعة وهذا مؤشر يعني يكون في خدمة الفريق الوطني ونشوفه باللي التركيز رأي عالي خاصة ان اخذينا الدروس من الكوبافريك السابقة وان البريميو ماتش دايما نتعرق له شبن سانيا هذا الماتش ان شاء الله ندخله بقوة وان شاء الله تكون نتيجة لنا ان شاء الله بإذننا تحدثت وقلت بان المنتخب زنبابوي سيكون ليس لديه ما يخسر في هذه المواجهة ربما هذا عامل ايجابي بالنسبة لهذا المنتخب وانت تعرف بان المنتخب الذي ليس لديه ما يخسر يكون معنويا نستطيع القول ويكون محفز بما انه يلعب امام منتخب كبير يعني الهدف سيكون الاطاحة بمنتخب يضم محرز براهيمي سليماني ربما بعض لعبية المنتخب زنبابوي ربما كانوا يشاهدون بعض لعبية المنتخب الوطني في مواجهة البريمير ليغ على سبيل المثال على شاشة تلفزيون يجد نفسه يلعب امام محرز وسليماني يعني يكون لديه بعض الطموح في الاطاحة بهؤلاء حتى تكون تاريخيا تكتب لهذا المنتخب زنبابوي بأحاوفين من ذهب هذه حاجة نيبورت واحد تلعب كونترينيكيب اللي عندها اسماوات وكل الجزائر تلعب كونتر البريزيين لازم تبينه صح الجزائر لعبت كونتر لانجنتين ديرتان قروماتش لعبت كونتر لانجنتين ديرتان قروماتش حاجة بين هذه حاجة يعني أي لعب يتحفز باش يلعب مع فرقيا كما نقول اللي عندها منسوا عالمي نحن ما لازمش نصغروا الفريق هذا الفريق هذا لازم نطلو حقه بالتركيز نحترمه ونركزهم ليحون اللي طروة كومبرتيما ان شاء الله يكونوا كما نقولوا حنا الجرون بروبلم اللي كان عدنا كان عدنا بروبلم في الدفاع شبونسانا القالحولو للناخب الوطني بعد غياب تاني طايدر شبونسانا قديورة ان شاء الله يكون يعني في المستوى اللي رأى الشعب الجزائري يسننا فيه وان شاء الله يكون اللي رأى اللي رأى نسننا فيه خاصة في الدبيو احنا مدى بنا للدبيو دماتش لازم نشوفوا الروح تعالى المنتخب الوطني اللي عدنا بلك نقول لك منكو بديموند مازمش فينهاش نعم حتى يعني تاريخيا المنتخب الوطني سبق كان عنده ذكريات سيئة مع المواجهة الافتتاحية كما تحدثنا منذ قليل حوالي ست مواجهات هزم فيها المنتخب الوطني في مباريات افتتاح كاس افريقيا للأمم المنتخب الوطني لما يخسر مواجهة الافتتاح في كاس افريقيا عود الجماهير الجزائرية على انه لا يتعدى الدورا اول الا في مناسبة واحدة فقط ان كنت تتذكر في 2010 في انغولاد الدمالاوي اخسر المنتخب الوطني بثلاثية مظيفة في ظروف قيل بانها كانت صعبة الحرارة الرطوبة حتى وقت المباراة لعبت في حدود ساعة الثانية في قلب الحرارة ربما ما هي الاسباب التي تخلي المنتخب الوطني في كل مرة يتعثر في مواجهة الافتتاح والله يشوف المناخ المناخ سا عنده دور بصحة ذكر الفريق الجزائرية عنده تجربة كبيرة في افريقيا يعني قعل المناسبات لعبنا في افريقيا يسمى عندهم التجربة وعندهم الخبرة حتى نروماركيوب اللي فريق تعنا رح تلت ايام قبل من المنافسة سوف دير كينا تجربة وكينا طاقم وكينا الناس رح يتخمم من الفريق هذا يعني انا كل حاجة رحي واجدة مش الفريق الوطني ما يعودش تكرار دايمن برمي ماتش ندو يعني كينا قولو صفحة ربما من بين اسباب التعاطر في المواجهة الافتتاحية ربما سنة الحياة تكون البداية فيها صعوبة ربما هذا نقدر نطبقه على اللاعبين وعلى المنتخب ربما يقدر يكون مشكلة تعود ما زال لم يدخلوا في المنافسة اي منتخب حتى يكون منتخب كبير ولديه نجوم ولديه شخصية يعني ممكن يتعثر في مواجهة الافتتاح بما انها المواجهة الاولى يا انا بالنسبة لي تعثر ممنوع باسكو علاش الفارق ما هوش فارق الوزن الفارق الوطني هذه الحاجة الاولى اما عن المناخ المناخ رانا والفناه يعني صافي مسيح سيبالو برمي ماتش لالدوزيان ماتش لانا لعبو فكوب دافريك روتو ببع عالية روتو ببع عالية وحنا والفنا الشي هذا انا شبونس هنا تولي للذهن والتركيز لو كان الناخب الوطني تحس بلي الفارق تعنا التركيز تعوره وعالي يعني هنا لازم ندخل ديركت المواء وماتش دين فاسان لازم الريتم الريتم تعليقاء يكون على حساب الفارق تعنا ما يكونش على حساب الفارق الخزم لو كانوا نتبعوا الفارق الخزم سوف يرح نلعبوا على البالانس يعني يزيد يخل فيقاء ويزيد يحسب اللي هو قادر للفارق الوطني الورجبونس هنا يلابار لازم تطعه باش الفارق هدايا ودي بي دي جان نبلوكيوه ويكون ان شاء الله يعني المنتخب الوطني لازم يفرس شخصيته في هذا اللقاء خاصة خاصة بسكنتاذو كنهدول الريالي تركز تنشد ودخول باللي عدنا فارق عالمي فارق اللي نص كبير تعال اللعبين تعنا عندهم برس كتر وازون وكاتران وما كيف كيف هذه وحدة حاجة تانية فلافريك رانا برميلي بريمي فلافريك وش نزيدو مؤشيرات لازم نحسوا بلي عدنا فارق والفارق هذا لازم يحس بروحه باللي رأوا فارق الناس لا يتسنى فيه هذا هو النشد الذي يقدرون يقوله ولازم يحط الصباحة كما يقوله يحط يحط لبونسيليزي ديركتما لادفرسير باش لادفرسير يحس روحوا باللي صغير ألا تربي أن هذا سيزيد من ضغط على اللعبية التشكيل الوطنية بما أنهم منتخب عالمي منتخب وش ما الضغط يا أخي وش ما الضغط اللعبين تعنا رامي لعبوا في أوروبا طبيعي جدا أي منتخب يخاف يسقط أمام منتخب صغير منيزة الضغط ربما لما تسقط أمام منتخب قوي عادي جدا تسقط أمام منتخب أقل مستوى منك هنا يكون فيه ذهنيا ضعيف هنا إسمع أنت ذهنيا أنت ضعيف لماذا نقول إحنا هذا الكلب كما نقول إحنا الزيكيب المستوى تحمل جزت موايا لازم تجوز عليه دي ركتمه ما تطيلوش ما تخليش يريس بيري معاك بس كنشوف أشاك فيه يزيد الوقت أجدوك يزيد عنده أمل كثير وتكون عنده إيرادة قوية ألا رضا دي دي بي الإنسان لازم يطلع ريتم التعليقاء وين يخلي الفريق هذا مهما وش تكون الأخر تعوي إفا بي سي بي سي طالب أنه من الأفضل مواجهة منتخب زنبابوي في المواجهة الافتتاحية مقارنة بمنتخب تونس والسينيغال ربما فيه من يعتبر بأن المنتخب الجزائري كان الحظ معه نوعا ما بمواجهة منتخب زنبابوي حتى تتسنى له الفرصة ليتألق في باقي المواجهات ربما لو تواجه السينيغال تتعثر 50% أو تفوز 50% ربما فيه عامل يخلي المنتخب يدخل في مرحلة من الشك لو تتعثر في المواجهة الأولى هذا عن منتخب سينيغال المنتخب كذلك التونسي مفتوح على كل الاحتمالات وبالتالي ربما مواجهة زنبابوي كانت هي الأفضل كمرحلة بدائية أنا بالنسبة لي نرى الخيار هذا مفتاح الله عز وجل أنا مفتاح بالزنبابوي لماذا؟ بسكبير رح نرى الرو كونتر بين سينيغال وتونس الرو كونتر هذه هي اللي رح تعطينا لو كان نفوز باللقاء هذا رح تعطينا نتيجة ثانية ونكونوا بيرتياح نقدرون ديروا حسابات نعم سيرتوك تربح لبرمي مواجه لو كان ما تربح لبرمي مواجه دير مواجنين ولا تخسر هنا رح يتويل عليك الضغط أكثر من اللي كان عليك نعم نحن ذلك نقول الضغط نقدرون نقدرون نتحكموا فيه صحيح بعد الضغط يقولي أكثر وهنا رح يكون انكيصار يعني رهيب هذه العبارة يعني بالمفهوم العام بسكبير رح كان ذلك دير مواجنين نحن يخضو يعني انشوك تيري نعم سأعود لشبه فارغ رطوبة حرارة أجواء ربما صعيبة نوع نعم ما شي صعيبة بوسك نعذر الله رياليتي الفارغ تانر موالذ بالمنافسات هذه على كل حال صح الرطوبة راي شوية طالعة مي بالك سصوات تنقص بالك تزيد انظرا من اللقاء ان شاء الله شبنس ذهنيا الواحد كيكون محضر ما تشدو حتى حاجة ان شاء الله ما من رطوبة تكون شوية عالية يعني لعبين عندهم يعرفوا كيف تشدروا اللي يفورتحهم يعرفوا كيف شيري كي بريود ان شاء الله ما تكونش عايقة علينا كما يقولوا علينا وعليهم شسير وزيد أرضية الميدان راي يعني زيد ثبت بليقولك أرضية ميدان جميلة وراه يعني كما يحبوا اللعبين ان شاء الله المقابلة هذه تكون كما نقول يعني كما سبق وقال مفادنا إلى هناك يعني كل ظروف رأي مهي آلاء إقل واحد فقط يبقى في الرطوبة الرطوبة رأي الرطوبة بسك نظر رياليتي نحن أفريكا كما هو مرام أفريكا نحن أفريكا نحن 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 تحددت فقط منذ قليل قلت أن ربما الفريق هو ضعيف يعني فكرة القدم يعني تظهر له يعني فاديك هذه المقابلة أنه يربح شوف فريق فريق ما نقول ضعيف المستوى مما كان باش كاليف باش يكون باش يلاعبين كبضا فريق ما وش ضعيف مين هدروا على المستوى مستوى بين الفريق تحول ما روش من مستوى تحول ما عندهم مش لعبين كمال لعبين تحول اللعبو في أوروبا وكان يربحوا معنا رح يزيدوا يدخلوا في فالكلاس ما يربح الأول في إفريقيا رح يدي دي بلاس يعني ما عنده ما يخسر رح يخرج العظلة ورح يلعب أوراق في اللقاء الأول وين يبين بالضح بالفريق الجزائري وإحنا نقول وإحنا كنا موندياليس وإسنا نصلا ربي مفقنا من الباب نقدر يحل هذا بلاك ملابورت كوب ديفريق إن شاء الله الارب يقدرنا وكنا كما نقول جزنا على زيبابي وكاليفينا باش نحق لا فينا وندو لا فينا بلاك تكون عنا ينبورت ونقدر نكاليفه كوب ديمون وعلى لنا حسين عزيزان قلت بأن قوسين كنا موندياليس في 2015 المنتخب الوطني كان مرشح فوق العادة للفوز بالكان وحتى في 2010 كان منتخب كذلك مرشح فوق العادة بما أنه شارك في المونديال و2014 كذلك شارك في المونديال وتألق وأسل العرق البارد لمنتخب ألمانيا هذا السنة وفي هذا الطبع الـ 31 من الكن منتخب الوطني دخلها وهو يعاني من مشاكل بعد العثارات في تصفية كاس العالم 2018 تعادل بطعم الخسارة أمام الكاميرون ثم حضوض المنتخب الوطني في تأهل المونديال تهاوت وبالتالي المنتخب الوطني مطالب بأنه يعيد الاعتبار لنفسه وفي نفس الوقت ليس مرشح فوق العادة كما حدث في طبعات السابقة ربما هذا يختم المنتخب الوطني يعني يجعل اللاعبين يوضعوا الأرجل فوق الأرض سيسير شوف لو كان نعود أول شي من قبدي موند كان لازم له أنترينير كان أنترينير اللي يكون على حسب النفو تعل الفريق الوطني حنا لحقنا ينقرب وين وصلنا ينقرب يعني لازم لنا أنترينير يعني عالمي أنترينير اللي يصاف كيفاش يجيري هذا الجروب هذا الجروب اللي كان عدنا العالمية يعني يكون كبير على اللاعبين هذا احنا صراح وما شاكن ويشفنا طروز أنترينير في منبس تشهر يعني هذا يأثر بشكل أو بآخر حتى على نفسية اللاعبين حتى وين لحق المقولة وين قالوا لدرني أنترينير هذا يحاوز اللاعبين بالك اللاعبين هذا وشفوا واحد يعود يهدر على هذا لأن الانسان يجب يبوح بها صراح وما شاكل كان يبعاد لعبين من فريق الوطني بالك على جال الانترينير وما أنترينير كان غارض في حق المنتخب الوطني شاهدوا بأن يكسر الفريق الوطني خذوا انترينير وما أنترينير كان يبوح بها ويعلم الحاجة التي كان في المنتخب الوطني نعمر بها لأن الجبان يقول إبراهيم يتلعب لليبيرو نعم سنستكمل الحديث عن حضوض المنتخب الوطني وعن التشكيل التي سيدخل بها جورج نتحدث عن التشكيل التي سيدخل بها جورج لكانز إذا أمكن نشاهد التشكيل المتوقعة على الشاشة حتى نتيح الفرصة لحسين عزيزان كي يعطينا رأيه في التشكيل على وجه العموم ثم نتحدث بالتحديث وهذه التشكيل إذن حسين عزيزان الناخب الوطني استقر على التشكيل التالية كما تشاهد نبولحي في حرصة المرمى بالخيثر أما في المحور نجد كل من رامي بن سبعين وكذا عيسى ماندي القائد الجديد للخضر في الوسط قديور الذي عوض عبيد في آخر لحظة وكذلك لعب نادي شالك نبيل بن طالب أما في التنشيط الهجومي هناك على رواقين الأيمن والأيسر رياض محرز وكذا العرب هلالسوداني كما سيكون في أبراهيمي في صناعة اللاعب وراء إسلام السليماني الذي سيكون كالعادة رأس حرب تحدث عموما عن هذه التشكيلة كيف تقيم هذه التشكيلة هل فيه بعض اللاعبين غيبوا وكانوا يستحقوا التواجد في هذه التشكيلة والله يشوف يعني يشوف الناخب الوطني خير الفريق الأنسب على حسب اللي فيكتيف اللي عنده أبار نقول احنا غياب مجاني يعني يعني خلي كما نقول احنا توجور للناخب الوطني ما عنده شوكير مقابلات في رجليه ومشبه ذلك الإسسانسيال احنا عنا نفيقة كبيرة في بن سبعيني ستنجان اللي راو جايل كما نقول الرجال المستقبل قد دام إن شاء الله إن شاء الله يدرنا نطريبه بالخيثر اكتشاف يعني الناخب الوطني خلينا نبدأ بالترتيب نبدأ بالحارس رئيس وابن بول حيدا يمن الحارس رقم واحد وهو ربما يتواجد في معنوية مليحة بعد توقعهم لعقد مع نادي إيران الفرنسي ربما هي وثبة معنوية بالنسبة لهذا الحارس هو يقول المدرب والمدرب دار فيه ممكن تخل فيها الخبرة ممكن تخل فيها شخصية دار دوارة مع الفريق الوطني وشفنا بالحارس يعني ممتاز وعنده خبرة كبيرة ويقدر يزيد الفريق الوطني مع هذا الحاجة التي الناس قاعدت عليها وما عنده فريق وما هو شي يمارس يعني بسحنا شفنا بالدوارة قاعدة دارها دارها ممتازة على هذه ذوك ما عنده منافسة ومشفناش في اللقاء الوديين في زوج ألو رهنا تقول لي لنبواندان داروغاسيون يقعد المدرب هو اللي يأخذ لها رسبنسابيليتي حاجة واحدة أخرى تقعد تجور يعني في اللقاء إن شاء الله يدرنا نطريبه ماتش كما عودنا وإن شاء الله يكون فيها خير نعم نتحدث عني الظاهرين غلام وبالخيثر غلام متعود على مثل هكذا مستوى هنا أشوف ما عندنا تغييرات كبيرة عندنا تغيير يعني اثنين اللي رهم في تغييرات عندنا بالخيثر في قوتي درواء عندنا بن سبعيني وعندنا قديورة وقديورة نباري يلعب على كل حال يعني ما كان يلعب أما الفرقة قاعدتك يعني متجاني ساشبون سانيا لوكات طروة طروة صديبون كيفاش يخدمه يقدر يخدم لكات طروة لكات سينك يقدر يخدم لكات طروة طروة يخدم فيها بزاف يعني السيستام هدايا يقدر يغير صديبون على حساب الأدفيرسال مش بون سانيا دواء الخير الأمثل الفريق تعنا وإن شاء الله هبرك الريتم يكون كمنا نحب طبعا محور الدفاع الذي كان دائما ما يشكل الحلقة الأضعف في المنتخب الوطني المدربة جورج ليكنز لما وضع بن سبعيني ومنذي أكيد أنه جرب كل الخيارات واخذ كل الاحتمالات وبالتالي هذا الثنائي يعني ستكون عليها مسؤولية كبيرة سي نورمار باسك ذو كن حضر الله رياليتي فاصلت بن سبعيني بما أنه إن بون يكيب ما لازمش تنكيسي إن بون يكيب جامي تنكيسي سيسا وإحنا دايما نبدأ ودايما بالدفاع طنك عالنا عنده كما نقول ثقل كبير وعنده خبرة كبيرة وثاني عنده عنده ردة كما نقول عنده ردة فعل اللي لازم تكون إيجابية خاصة لديفونسور هو يوعي لديفونسور ما لقري نقص تجري بالبن سبعيني اللي ينقول بالك العبل قائن والتلتقات مع فريق الوطني شبونسان الخيار هذا بين بن سبعيني وماندي يعني لو كان ما شفش الناخب الوطني باللي كان ميزونطن بيناتهم وكان تناسق وكان لقو كان ما يديرهم شبونسان ان شاء الله في آخر عدنا الخبرة تا غلام تاني بالإكسپيريونس تاعة وتاني يقدر يفيد بن سبعيني بزاف وما ندي حتى غلام يطلع نعم غلام كي يطلع غلام عندنا دو مليوري كي بيراتر عندنا بن طالب كي يكوفر غلام وفي قوتي دروع يطلع بالخيثر كيف كي في قديورة يغطي يغطي بالخيثر شبونسان يعني انسي جم هذا لو كان ما شافش المنترينير باللي كان يسي جم بينهم ما يديرش اللي في اكتفه حتى قديورة عنده بعض الصفات كذلك جيدة منها القوى البدنية وفي حتى التسديدات من بعيد ممكن تساعد هذا اللعب نعم قديورة ستن بيفو ان ذري بيفو بنطالب بارابور القديورة اللي بلي اوفنسيف صلى دير كان اللي يدفن دي خير وكان اللي يطاكي خير حنا كنشوفو اللي كي بدينا نشوفو دير دي بيفو واحدة دروعة واحدة قوش بنطالبا قوش قديورة دروعة جبونسانا باش يعطي شوية الأفضلية البنطالبو يطلع وقديورة يولي اكسيال جبونس هدي هالحساب بوشرا نعرفه كما قلو نعرفه الفرقات جبونسانا قديورة سي كاكان كي ريسبكت بوكو البوز ديالو ان شاء الله يكون مرضو مليحة ان شاء الله يكون في الياقة مليحة بسك جبونسانا نقص تاني كمبيتيسي وما هو شي يلعب بزاف ان شاء الله برك يكون في المستوى المالغري غياب طيدر عنده كي ما نقول بوا اشبونس ان شاء الله قديورة يغطي الغياب هنا طبعا الرواقين لدينا محرز سوداني محرز اكيد انه سيجد رقابة لسيقة ويحسب له الف حساب لدى المدربة باسوة المدربة المنتخب زيومبابي احنا في الافريكا شفنا لدو مانت البارح شفنا لانتو سيتيت جو العالية وثاني اللي في فيزيك اللي في فيزيك سابدير رح يكونوا للكونتاكت بزاف ومحرز احنا تعود الى في الاجليز يعني ما كانش بزاف تاني الافريكا سيانبو دير لازم يعرف كيفاش يتصرف بالكورا وتكون عنده خفة شفنس اللي عنده فالافريكا ولعب دي جاعنا ويعرف يعني ان شاء الله يكون في النهار وبركاته ممكن يكون فيه تغيير المناصب بين هو وثيماني هو وبراهيمي خاصة بين محرز وسوداني ممكن يكون فيه تغيير يقدروا بالدخول في العمق باسكو محرز ستندرواتي ويلعب بلاغوش ومام سوداني ستندرواتي ويلعب بلاغوش يعني يلعبوا في زوج بلاس كي يلعبوا دي دو بي عدنا سليماني اللي يقعد توجر كيزة تعنا وانا ستندرواتي تلعب عليه تلعب عليه سيسير وزو وبراهيمي يعني كما نقول هو الحلوة هو الانيماتور تعليقيب ولو كان نقول لك انا وابراهيمي يكون في نهاره طبعا نتحدث نخرج قليلا عن الجانب التكتيكي والفنين نتحدث تاريخيا المواجهات بين المنتخبين كانت هناك خمس مواجهات بين الجزائر وزنبابوي فزنا مرتين تعادلنا مرتين وكانت خسارة واحدة في الفين واربعة كنت تذكر الهزيمة في تونس لما حسين أشوان قد الموقف بهدف اللي كنت أهل على وقع إلى الدورة الثاني لكن التاريخ منظر ما يأثر التاريخ التاريخ لا يعد نفسه لا يعد نفسه بصح الإنسان يدرقع لفتوصيبليتي قدامه إني كيف لما عندها ما تخسر على كل حال الفتونتيتو تحوز الدرقع لموين باش تطيح بالفريق الوطني ألو رحنا لازم يكون عندنا سيلاح بذو حدين يعني الإنسان التركيز لازم يكون عالي لحنا لعبين عندهم قدورة يعني ما شاء الله يعني هنا نتولي للذهن خاصة هي ساس باس قافلاتات النسل كان تكون ذهنيا حضرة فوق أرضية ميدان مع وش عدنا كوم كاليتي شبون سنايا ما يكونش عنا عايق كبير حسين النتيجة والله شوفنا النتيجة نقدر نقولها لك ان فانسا مينويت حتى ترونت مينويت ونقدر نقول لك الفريق تعنا إذا كان يعني نحسوا بالروح تاريخ تعنا نقدر نقول لك النتيجة ونطرونت مينويت نقدر نربحه زوج ما نقول لك ش بليوس نقول لك زوج إن شاء الله هل يقولون اليوم مع الأحصاب إن شاء الله ما نقولوش يكونوا على الأحصاب مي احنا تخلنا شك تخلنا شك في النسبة الجزائرية مي شبون سنايا شفت ديزانسين هكذا وينعطوني بلي كي نروح مجموعة خاصة بعد يعني في مقرر شدت بلي نعم أكيدا ستكون هناك أمور إيجابية حظ موفق للمنتخب الوطني في هذه المواجهة التي اعتبرها النخب الوطني جورج دي كانس مفتاح التألغ في كانس إفريقيا للأمم إذن أشكركم مشاهد الأفاضل على حسن متابعتي والإصغاء